نظمت هيئة السلم المجتمعي بمدينة المكلة فعليات التفرغ الوجداني لأطفال النازحين والمجتمع المضيف وشهدت الفعالية التي تأتي في إطار فعاليات تعزيز التمسك والتعايش السلمي فقرات ألعاب ورسومات لأطفال النازحين والمجتمع المضيف بهدف توفير بيئة أمنة ومستدامة للجميع بما في ذلك الأطفال النازحين والمجتمع المضيف وأشارت نائبة رئيس هيئة السلم المجتمعي رئيسة مؤسسة الأمن الدكتورة أبها باعويضان إلى إسهام فعليات التفرغ الوجداني في توفير منفد آمن للأطفال النازحين والمجتمع المضيف